موعد أسبوعي كل سهرة أحد على الحياة أف أم قامت ومقامت مساء النور، مساء السعادة والسرور، مستمعين الأكارم أو في إذاعة الحياة، إذاعة القيروان للصحة على تردد 93 بوندا فاما هذا برنامجكم قامت ومقامت مسك ختام كل الفقرات إن شاء الله تكونوا راضين على مختلف حلقات البرنامج خاصة إن الأسبوع الفارد استمتعنا بشدو العندليب وسافرنا معا للزمن الحبيبة زمن الألحان الرائع والأشعار العذبة هذي بطبيعة وكيما كل مرة بفضل المرافقة سينور دين الغماري سينور دين مساء الخير مرحبا بيكم ومرحبا بيستمعين واليوم الجزء الثالث والأخير دعوك من اليوم الزبدة اليوم اليوم الزبدة أنت محمد الموجي إن شاء الله أيضا السهرة تقنيا يأمنها كل من محمد سيفدين بولعريس في الديجيتار والمهندس أحمد المخلوفي في الأخراج التقني ليلة بيش نواصل حديثنا على الملاحن المصري محمد الموجي كآخر ما حطى ليه في برنامجنا قامات ومقاماته بيش نسمعوا إبداعاته في تلحين مع ثلة من الفنانين الي ما زالت أغانيهم تتغنى وتتعود وخاصة بفوها كابكافر جديد يعني أغاني مزلنا مزلنا نسمعوها وتتربنا الحقيقة ني مو سنت تشوف ما هوش كيمة ملحن يخدم على الأغاني الطويلة ما هوش كيمة الملحن يخدم على أغنية قصيرة فمتني ما هيش مش تكون بنفس المجهود الحجلولة وما هيش مش تكون بنفس الروح صحيح وربما كانوا ملحنين نقل إنها كيمة مدرب قرارة القدم وما كان مدرب القدم ساعد يجيبوا الأدارة الفنية ليس يسحل بطولة يسحل بطولة وليس لديهم استراتيجية مغاملة الموسم والريتمية ويأتي إنها كيمة مدربة وفاما مدربين متى ما تشويت بركة متع كوب متى شتر سيزون وربعة متى ما تشويت وتعدى نعم هونتر ومو شورت نعم كيمة الملحنين نفس الحكاية كانوا ملحنين في الأغاني الطويلة ملقى شروع حمبرش يتحبوا ويبدعوا في الأغاني القسيرة الخفيفة اللي تقامت مكنين فيها ويعطيوا فيها إضافة وكل حد يعني وينقودوا ذلك عليش مراهم الملحنين المختلفين زكريا أحمد مثلا شوفناه ما شاء الله في الأغاني الطويلة وفي الأغاني الخفيفة في مثلا الصنباتي صنباتي اختصاص أغاني طويلة بدوني منازع معتها وكل حد وجودوا نشوفوا اليوم محمد الموجي بعد ما درسنا نحن الجانب الأول حلقة اللي عملناها الموجي ومكرثوم الحلقة الثانية الموجي وعبد الحليم طوى باش نشوفوا الموجي وما يسمى بمطربي الصف الثاني مش نشوفوا شنية إبداعات الموجي فاللخ مع مطربي الصف الثاني فالهي الفكرة واضحة ما عملنا تلاثة أزا حبنا نشوفوا تصرف محمد الموجي مع مطربي الصف الأول اللي هما العمال اللي هما أمك ثم عبد الحليم وقت ذاك ومش نشوفوا الحلقة الثالثة والأخيرة هذه اللي هي كيفاش الموجي مش تصرف معها الصف الثاني الصف الثاني والبداية مش تكون مع نجدة صغيرة في أغنية ماستغنش عن نكة اللي هي كيفاش الموجي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة